اهلا بكم اصدر مجلس الوزراء الموقر قرارا بتحويل الاندية الى شركات حيث يعد هذا القرار خطوة كبيرة نحو الارتقاء بالرياضة في مملكة البحرية وقد بارك سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب مستشار الامن الوطني رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة بارك مشروع السماح بتحويل الاندية الرياضية الى شركات تجارية واشار سموه الى ان هذا المشروع سيسن في جعل المملكة تتجه الى صناعة الرياضة وستفتح افاقا جديدة للاندية فيما قال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة استجابة بالمجلس الاعلى للشباب والرياضة قال ان قرار تحويل الاندية الى شركات يأتي ضمن حزمة المشاريع التنموية التي ضمنها سمو الشيخ ناصر ببرنامج استجابة والذي يأتي ضمن الخطوات المرسومة للانتقال بالرياضة البحرينية نحو الصناعة والاحتراف الرياضي وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استوديو البرنامج سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام المساعد للمجلس الاعلى للشباب والرياضة ولكن بعد هذا التقليل للارتقاء بالرياضة البحرينية وتطويرها تحقيقاً للمزيد من الإنجازات في جميع المحافل الرياضية قدمت مملكة البحرين للاندية الرياضية فرصة مميزة ومتقدمة وذلك بسماحها للاندية اختيارياً بتحويلها إلى شركات تجارية لتكون بذلك مركزاً إقليمياً للسياحة العلاجية الرياضية وللمساهمة في زيادة فرص الاحتراف الرياضي بما يخلق قاعدة لتطوير الرياضة البحرينية بمختلف الألعاب الجماعية والفردية كما سيفتح آفاقاً أوسع للاستفادة من الدعم المقدم من صندوق العمل تمكين والبنوك التجارية بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية مع القطاع الخاص وسيمثل هذا المشروع الرائد دعماً كبيراً للشباب الرياضي في مملكة البحرين وسينقلهم بشكل جدي نحو الاحتراف الرياضي وصناعة الرياضة ويحقق العديد من النتائج الإيجابية التي ستعود بالفائدة والنفع على الأندية ذاتها وعلى تطور الرياضة البحرينية حيث أقر مجلس الوزراء للسماح للأندية المحلية للتعديل بموجب القانون وتغيير كيانها القانوني إلى شركات تجارية وتأتي هذه الخطوة المتوافقة مع رؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل وجلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وهي أحد أجزاء الحزمة لبرنامج استجابة الذي أطلقه سموه ويرأسها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في سبيل الارتقاء بالرياضة والانتقال بها نحو الصناعة والاحتراف والنهوض بالرياضة ودفعها نحو المزيد من التطور والتقدم أهلا بكم من جديد مشاهدينا وباسمكم ورحب بضيفي الكريم سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة مساك الله بالخير دكتور مساك بالخير سعادة وجودك معنا اليوم في برنامج حديث اليوم نتكلم عن موضوع في غاية الأهمية الحقيقة ويمكن هذه أفرح الشارع الرياضي في البحرين بشكل عام سموه الشيخ ناصر بن حمل هو قائد الرياضة في البحرين وسموه دائما لديه أفكار ورؤى لتطوير الحركة الرياضية في البحرين ونتائجها طبعا وانتصل بإذن الله إلى العالمية وجاء هذا التحول الآن أو هذا المشروع للسماح للأندية للتحول في هيئة شركات تجارية كأحدى الروافد إن شاء الله هذا التطوير والنمو المنتظر للرياضة في البحرين يعني ما الفائدة المرجوة من هذا المشروع والعالم كله الآن يعتبر الرياضة استثمار بسم الله الرحمن الرحيم سعيد بتواجدي معاكم مثل ما أنت عارف الله يسأل مك بأن اليوم الرياضة نظرة العالم للرياضة اختلفت وأيضا الرياضة اليوم أصبحت لقى من اللقات الكل يسعى لأنه يتقنها نحن لله الحمد سيدي سمو الشيخ ناصر تولى قيادة الرياضة في البحرين من عام 2009 ومنذ تولي سموه دفت الرياضة ولله الحمد النتائج في تطور ما في شك أن أي قائد رياضي ناجح لابد أن يبتدي ينظر إلى الوضع العام للمؤسسة أو للمنظومة التي يديرها فكانت نظرته أن الرياضة لله الحمد فنيا لها مجالاته ولكن هناك جوانب لابد أن يتم الاهتمام به وجراسته حتى يتم الارتقاء بمنظومة الرياضة ككل وهذه ما توجه له الله يحفظه سعيد اسمو الشيخ ناصر بدأ يدرس هذه الفكرة مثل ما تدعارف ترى الأندية في البحرين من عام 1928 تأسيسه يعني فوق التسعين سنة ومرت بمراحل عديدة نحن اليوم قاعدين لله الحمد نحن متسايدين العالم في كثير من العالم نحن أبطال العالم عشان نرتقي بشكل أكبر طبعا هذه هي نقطة التحول تفضل سيدي اسمو الشيخ ناصر ووجه بأن يتم دراسة وضع الأندية وأيضا دراسة الوضع الكثير من الأندية كانت في أوروبا وفي الشارق وفي دول المنطقة وكيف نحن ممكن أن ينطور هذه المنظومة وهذه الأندية مثل ما نتعارف اليوم عندنا النادي والمدرسة وعندنا الحي أو الفريج هذه ثلاث أماكن التي ممكن أن تستقطع فيها مواهب كانت أو ممكن أن تتطور تكتشف ما صنع الأبطال من هذه ما صنع الأبطال فاليوم الأندية في البحرين بعراقتها وبإنتاجها هناك حاجة إلى تطوير وأيضا مثل ما حضرتك عارف المشاهدين عارفين بأن الوضع المالي في العالم ككل أختلف عن السابق نعم اعتماد أن الكل كان على الاعتماد على الدولة في تسيير أمور الرياضة إن كانت التعادات كانت أندية كانت مراكز فهذا التوجه يخلق بإذن الله مجال الذي ممكن من خلال النادي يطور من أداءه يطور من مدخوله من استثماراته ويسعي لنا فعلا يحقق ما يصب عليه لسيد سمو الشيخ ناصر أن تكون الرياضة كصناعة ومثل ما أنت أعرف أيضا أن البحرين يعني تسعى لنا تكون هي عاصمة للشباب والرياضة فلابد أن كل ما يتعلق بالرياضة يدار بشكل احترافي حتى أن فعلا نقدر أن نحقق هذه الهداف وضعها سيد سمو الشيخ ناصر نعم دكتور تفضلت وقلت بأن تم دراسة تجارب إقليمية وعالمية اليوم يعني الدول المتقدمة في الرياضة هي تنظر للرياضة على أنها استثمار والأندي عبارة عن شركات استثمارية لها مدخولها ولها مصرفاتها ولها أرباحها وبالتالي هذه العقلية الاحترافية هي التي وصلتهم إلى هذا التقدم الذي أكيد يربو له سيد سمو الشيخ ناصر شنو التجارب اللي قدتوها أقرب يعني نحن ممكن تطبيقها تجارب عالمية أم الإقليمية اللي حوالين اللي هذه طبعا التجربة الأنجح حاليا هي التجربة الأوروبية يعني اليوم لو عندك مبلغ وودك تستثمر في بنتستثمر في اليوم يمكن أحد مخرجات اجتماعنا الأخير من المجلس لعلى للشباب والرياضة اللي يوجه في الله حفظ سيد سمو الشيخ ناصر بأن تكون هذه الخطوة السماح للانتغال البندية لشركات اختياريا وليس اجباريا فهو نموذج بحريني تم تصميمه بما يتوائم ويتناسب مع الوطر والفترة الحالية وأكيد راح إن شاء الله يتم تغييم هذه المرحلة والمرحلة القادمة يتم تدارس إن كانت هناك بعض الأمور التي تحتاج بس تم دراسة كذا مدرسة أو كذا تجربة في القارج ولكن التصميم على حسب التوجيه هنا يكون شي تجربة بحرانية تجربة بحرانية وإن شاء الله تكون هي رائدة في المنطقة لأن في تجارب انجحت ولكن في تجارب مالقة النجاح المعمول للي ينظر لا يحفظ سيدي سمو الشيخ ناصر بأنه يكون شيء يناسب وضعنا في البحرين نحن اليوم عندنا تقريبا 52 نادي بين رياضي وغير رياضي عندنا 36 نادي رياضي عندنا 19 نادي عضو في التعاكرة الغدام فأحنا وضعنا ومجتمع البحريني يحتاج إلى أن يتم تفصيل تجربة ناسبة أيضا وأيضا عندنا لله الحم قوانين كانت في وزارة التجارة عندهم قوانين إنشاء الشركات وذي لله الحم للدولة وفرت البيئة والأرضية التي تساعد مثل هذه المشاريع أنها تلغى النجاح نعم هذا المشروع اختياري إذن سيتم السماح للأندية لمن يرغب من الأندية هل رح يكون قرار بيد الأندية يعني هي تقوم بالدراسة دراسة الجدوى أم سيكون هناك جهات أيضا مختصة تقوم بذلك دكتور لله الحم يعني أنا ودي بعد نشيد بأداء سعدة وزير الشباب والرياضة سيد أيمان المؤيد إنسان نشاط وشاب وماشاء الله عليه عنده أفكار ومكانات هناك فريق من وزارة الشباب ومن وزارة المالية وأيضا من وزارة التجارة هذا الفريق اللي راح يدرس يعمل دراسة جدوى لجميع الأندية ويضع الدراسة عند الأندية والأندية هي مجالس إداراتها والجمعيات العمومية لديها الخيار في يعني الدخول أو التريث حسب ما ترى إن كانت الدراسة هذه بتكون متوافرة لهم وإن شاء الله تكون لما يعني يحسون إنه فعلا أصحاب القرار هم الجميلة عمومية يرون بأنها الآن الوقت المناسب يمكنهم التقدم بالنائية خلاص يقدمون يشهرون إلى السجل تجاري وخلاص يأخذون المسار الدكتور من سيكون الرقيب يعني على هذه الأندية حينما تتحول إلى يعني شركات تجارية لم تعود بالنظام القائم حاليا بعد تحولها الشركات لها جهات مختلفة في الرقاب عليها ما في شك سلام إن كلا الجهات الرسمية الرياضية في الدولة طبعا ممقصرة وعندها أجهزة رقابية وعندها لوائحة وأنظمتها ولكن الخطوة الغادمة تحتاج أنها طبعا هناك قانون للشركات ما يخص الجانب الحوكمة وجانب المال راح يتم مراقبتها من قبل وزارة التجارة والصناعة وما يخص الجانب الفني مراقبتها من قبل وزارة الشباب والرياضة فهناك شيئين مثل ما أنت عارف يعني النادي الجانب الفني فيه أيضا مهم وللواحة مرتبط بلواحة دولية وأيضا قوانين التحدات وهذه إن شاء الله الجانب اللي راح تولى الجهاز الرياضي والجانب الفني الاستثماري وزارة التجارة نعم مثل الشركات مثل اليوم عندنا مدارس الخاصة مدارس الخاصة مستشفيات الخاصة عندنا دي فجانب التكنيك اللي والجانب الحوكم جميل كيف سيتم التعامل مع استثمارات الأندية خاصة سيسمح بدخول استثمارات مالية في هذه الأندية شو راح يكون التعامل معها طبعا اليوم عندنا أندية لله الحمد يعني خلينا نقول أول شي إن هي مستعدة وعندها ما شاء الله استثمارات واستثمارات ناجحة الانتقال هي فقط يعني النادي يأخذ القرار ويسجل أنه ويكون شركة ويأخذ السجل ورح على فكرة يعني رح يحصل مميزات وايد اليوم صندوق العمل تمكين يقدم تمويل للشركات ولكن النادي حسب أنظمته وقوانين الحالية ما ممكن يحصل على هذه الفرصة أيضا يمكنهم يعني يستثمرون من البنوك بالضغط بتشهيرات مالية عمال سجمارية تمكين كامل مثال من البنوك وأيضا يقدرون أيضا يستثمرون اليوم لما يكون عنده سجل أنت بالإمكان تسوي أكاديمية رياضية بالإمكان تسوي مشروع السجل عندك تقدر ولكن الوضع الحالي وائد صعب لأنه فقط أنت قعد تأجر الأرض على مستثمر والله مساحة على لأن الأنظمة والقوانين الموجودة المعمول بها حاليا تحد من هذه مجرد دخولهم للشركات ستنفتح هذه بإذن الله الأندية فأعتقد الأندية الخطوة القادمة تكون الخطوة القرار اللي من عندهم وحسب المعلومة اللي عندهم أن هناك أربع أندية مستعدة على تواصل وإنها منحية وأيضا عندنا جانب جدا مشجع لله الحمد حسب اجتماعاتنا في لجنة استجابة عندنا اجتماعاتنا كانت مع أعضاء السلطة التشريعية والنواب وجدنا تشجيعهم وجدنا حماسهم على أن مثل هذه الأفكار والمبادرات لا بد أن تلقى النور وهما متحمسين وهذا الشيء يشجع إن كان النادي يشجع أيضا صاحب القرار ويطمئن الجمهور ويساهم في تطوير حتى المنظومة الإدارية للأندية في البحر لأن العقلية ستكون مختلفة العمر يعني عقلية استثمارية وبالتالي الفرصة متاحة لكل نادي أن يبدع في الجانب الاستثماري ما راح تكون مثل ما تفضلت تأجير مبنى وتأجير أرض هي يعني حسب قدرتك الاستثمارية والعقلية والفرص المتاحة لكل نادي ومجلس إدارته في ذاك الوقت صحيح الله يسأل ما كانت اليوم النادي بيكون شركة يعني معناته في ناس حطين أسهم مستثمرين فيها وهم مجلس الإدارة بيختارون الإدارة أو الإداري المميز براح يساهمون في تطويره وارتقاب قدرته حتى يحقق لهم لأنه أيضا الجانب الربحي من غبل المستثمرين مطلوب راح يساهم هذه الجانب بالاستمرارية والتطوير نعم ويساهم في أن أنت تحقق لأن اليوم نتائج النادي يعني راح يعود بالنفع على نتيجة النادي وراح يعود بالنفع على المنتحبات اليوم إذا نتائجك زينا معنات أن أنت لو ييت بتصمم لك الشعار راح تسوي لك ملابس بتبيع منتجات خاصة بشعار النادي أكيد في أندية بيكون لها إقبال وبتزيد المشتريات فيها بتحقق أرباح أكثر هذه كلها راح تقود على هذه طبعا الإدارة الناجحة والإدارة الواعية اللي عندها القدرة ما في الماء راح تساهم في أن هذه الأمور ترى خلنا نقول ترتقي وتوصل ورح يختارون أجهزة فنية ورح أيضا يختارون أجهزة فنية بكفاءة لأن تبت حقق النجاح الرياضي هي عملية دائرية بالضبط هذه راح يأثر الذي على ذي وفي النهاية اللي ينظر للحافظة سيد سمو الشيخ ناصر أنه راح يكون عندك نخبة التأثير راح نخبة المنتخبات هذه بإذن الله راح تتأثر بهذه الخطوة بإذن الله نجاحات الاستثمارية تؤدي لنجاحات رياضية نجاحات رياضية تؤدي لزيادة من الشعبية وزيادة من النجاحات الاستثمارية وتعود الحلقة نشوف على سبيل المثال ونذكر من التجارب الخارجية التي تفضلت فيها نادي مثل لفربول الذي حقق نجاحات في آخر خمس سنوات تضاعفت مرتين قيمته السوقية في أربع خمس سنوات نتيجة واستقطاب لعبين مثلا النجوم تؤدي لذلك رح نشوف مثل هذه الحركة والدينماكية في رياضتنا سابقا جمهور المحرق جمهور عريض ومعروف وجمهور الأهلي نفس الشيء والغربي كل أندياتنا التي نحتز فيها لكن ما في مثل هذه النظرة الاستثمارية وجلب نجوم صناعة نجوم بيع نجوم شراء نجوم تحقيق إنجازات خارجية بإذن الله نظرة نظرة أيضا مثلا تفضلت يمكن هذه أحد الأمور التي تندرج تحت التحول إلى الاحتراف وأنها تصير رياضة صناعة طبعا هذه عوامل ستساهم اليوم مثل الأكاديميات هذه التي موجودة في الخاصة أو الشركات الخاصة في دول موجودة يعني عندها تجارب وعندهم لعبين يأخذونهم ويطورونهم وبعدين يعرضونهم وبكفاءات الفنية الجديدة لمواهب هذه كلها أرباح قاعدين ما يحققونها وأيضا ولي الأمر سيساهم سيحث ابنه على أن أهوى لأن يكون استثمار له اليوم بكرة هذه رح يدخل له يكون مصدر دخل إذا هذه العوامل كلها ساهمت وتوفرات ما حفل معها يعني المخرجات بإذن الله تعالى رح تساهم في أن تصير رياضة صناعة هل هذه طريقي للاحتراف الحقيقي في البحرين خطوة أولى هذه جانب جانب أساسي لمسيرة الاحتراف في البحرين نحن اليوم يعني عندنا ولله الحمد الاحتراف وقوانين اللي ما ما زالت تدرس الأندية أنها تتحول لشركات راح تكون بإذن الله هي مثل الجسر اللي بيساهم بيساعد هذه الخطوة أنها تلقى النجاح نعم هل رح يعني تخضع الأندية إلى قانون الشركات بعد هذا التحول نعم وتكون خاضعة عليها بكل قوانين وبالتالي ما نتكلم إذن عن أندية ومجلس إدارات ومتطوعين نتكلم عن شركات استثمارية نعم واللي طبعا ما يتحول ويتم طبعا بالضبط بيكون اختيار ولكن بيتم طبعا بحسب القوانين اللي موجودة اتبع وزارة الشباب الرياضة وقوانينها الفنية واللواح اللي موجودة الأندية يعني خاصة في البحرين وهي تجربة وليدة وإن شاء الله نشوفها ترى النور وتحقق نتمنى للرياضة البحرينية بدعم مباشر من سيد اسمه الشيخ ناصر بإذن الله والقيادة الرشيدة يعني هل الأندية رح تستفيد من التسهيلات البنكية والمالية يعني هي بتحتاج سيولة مالية في البداية والمستثمر أيضا يعني يريد أن يحقق النجاح لكن يريد أن يكون مطمئن أن فلوسه أيضا فيه أمان نعم يعني اليوم إن كان دعم الحكومي من خلال تمكين أو التسهيلات الموجودة من خلال المصارف هذه أكيد لما هو يتحول إلى شركة وعنده سجل أكيد ما في الماء راح الأمور هذه تتسهله أو راح بإذن الله تعالى بتساعد على أنه يرتقي مشاريعه ويطورها ويستثمر فيها هذه من الأمور الإيجابية في تحول الأندية بإذن الله تعالى شركة نتمنى إن شاء الله يعني يرى النور في أسرع وقت الرياضة البحرينية أو الرياضين البحرينيين اليوم عندهم عندهم قدوة داما ينظرون لسمو الشيخ ناصر بالنجاحات لحققها بالرؤى اللي دائما يضحى للمستقبل ويسعون لأن يصبحوا كما يعني يرجو سمو الشيخ ناصر وهذه القيادة وهذه الرؤية الشابة والطموحة إن شاء الله خلال سنوات قليلة بإذن الله رح نشوف هذه النتائج نتائج مبهرة على الصعيد الرياضي بإذن الله وعلى الصعيد الاستثماري في حال تحول هذه الشركات بإذن الله بإذن الله نعمل ذلك مثل ما نتعرف يعني اليوم المجلس لعله لشباب الرياضة برأسة سيدي سمو الشيخ ناصر يعني عندها تخطيط للرياضة في البحرين ويولي اهتمام كبير جانب الرياضي جانب الشبابي أيضا هناك تم إنشاء اللجان اللجان هذه تساعد في تحويل هذه الأفكار إلى واقع وأنها فعلا ترى النور مثل لجنة استجابة يرأسها سيدي سمو الشيخ خالد هذه جهود موجودة في المجلس الإعلام مع وزارة الشباب مع اللجنة الأولمبية كل قطاعة الرياضة اليوم قاعدة تعمل على نهاية تحقق فعلا ما يطمح لسيدي سمو الشيخ ناصر لأننا راح نحن على يقينة نتكلم عن شيء ونشوف بأن هذه راح إن شاء الله يكون نقطة تحول للرياضة البحرينية وبإذن الله راح نقعد قاعدة ثانية في فترة قادمة بعد ما يتم هذه ونتكلم على إيجابياتها وبإذن الله بإذن الله بإذن الله نشرف إن شاء الله نفخر أن تكون إن شاء الله نموذج بحريني موجودة إن شاء الله بإذن الله شكرا لك لشكر الدكتور شرفنا بحضورك اليوم أتمنى إن شاء الله النجاح يعني نأمله أكيد لهذه التجربة بغيالات سمو الشيخ ناصر شكرا لك نشكر يعطيك العافية كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة نلتقي في حلقات قادمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة